اكتر سؤال بينسأل شو هي كمية الاموال او الاستثمار يلي انتو بحاجة لقلو لحتى تبدأوا عملكن على امازن طبعا في تفاصيل عديدة خلينا نحكي عنا بهيدا الفيديو جاهزين خلينا نبلش رقم ستة نعم ست مصاريف او ضروري تنتبهولون وضروري تكونوا بتعرفون اذا بتكونوا تبلشوا عملكن على امازن بنظام الاف بي اي وطبعا بيبيع منتجات برايفت ليبل رح نحكي عنهم كل اياتون وما تنسوا انكم تحضروا الفيديو للاخر لانه رقم ستة رقم جدا مهم ومعظم الاشخاص ما بيفكروا بهيدا المصروف او بهيدا الاكسبانس اذا هيدا اول مرة عم تحضروا فيديو على هيدا القناة هاي انا كريستن مؤسسة امازن سيلر سوسايتي او مجموعة باعة امازن بمنطقة شرق الاوسط ونحنا منساعد رواد الاعمال والشركات انهم يبيعوا منتجاتهم على منصة امازن بمنطقة شرق الاوسط وطبعا بنجاح اذا بتكون تعرفوا معلومات اكتر كيف يكون تنتسبوا الكورسات والخدمات يلي منقدمها لجميع الشركات والعلمات التجارية فيكن تطلعوا على الموقع تبعنا هون واضافة اذا بتحبوا تشتركوا بالمسابقة اللي عنا اياها بكل فيديو كل شي عليكم انتعملوه وانتعملوا لايك لهيدا الفيديو تتركوا تعليق بالاسفل وتكونوا مشتركين بالقناة طبعا كمان تشتركوا وتتابعونا على انستجرام امازن سيلر سوسايتي نحنا كل اسبوع نختار احد من الاشخاص يلي عملوا كل هول الامور لحتى يربحوا معي انا مكالمة استشارية خلينا نبلش برقم واحد يلي هو حساب البائع حساب البائع على امازن اذا بدنا نبيع على امازن ضروري يكون عنا حساب بائع طبعا معظمكم بيعرف بس يلي ما بيعرف الخبر الصار هو انه على امازن بالامارات وبالسعودية حساب البائع هو سفر مجاني ما فيه اي انتساب او اي اشتراك ولكن اذا بدكن تبيعه على مواقع مختلفة او اسواق مختلفة راح تلاحظوا انه فيه نوعين من الحساب فيه الحساب الاندفجول او الفردي وفيه الحساب البروفيشنل او المحترف عادة اغلب الاشخاص بتبلش بيه حساب الاندفجول لانه ما فيه عليه رسوم شهرية ولكن وقت المنتجات يوصلوا على امازن على مستودع الاف بي اي بينتقلوا على حساب البروفيشنل لا لانه حساب الفرد فيه شغلة كتير مهمة ناقصة يلي هي الاعلانات ما فيكن تعملوا اعلانات غير اذا كان عندكن حساب البروفيشنل طبعا برجع بعيد الحسابات بامازن الامارات وبي امازن السعودية البروفيشنل مجينية سو ما فيه اي انتساب شهري سو فيكن تفتحوا حسابكن وما تدفعوا اي شي حتى لو ما كان عندكن اي منتج حاليا عم ينبيع يعني فيكن تنتظروا شوية وقت تجهزوا الحساب تبعكن تفتشوا على منتج ومن بعدها تبلشوا تبيعوا على امازن النقطة التانية الادوات او السوفتويرز كل هولي امور مهمين جدا لحتى تقدروا تنجحوا على امازن خلينا نحكي شوية تفاصيل الفرق بالبيع على امازن وبين اي نوعية تجارة مختلفة هي انه على امازن فيكن تعملوا بحس على الطلب يلي موجود على بعض المنتجات واذا لقيتوا صغرة معينة او جاب معينة بالسوق بتقدروا انتو انكن اتعبوها بمنتج جديد هوني بكون عندكن منتج ناجح هيدا فرق كتير كبير بين الباع بالتجارة الالكترونية وتحديدا على امازن لانه في كل هالمعلومات والداتا من باقيعين مختلفين وبين الباع على المنصة الخاصة تبعكن او حتى التجارة الاعتيادية بالمتاجر والمحلات الاعتيادية على امازن فيكن تتوقعوا وتعملوا بحس لحتى تكتشفوا اذا فيه امكانية انه المنتج ينجح نعم ام لا لذلك انتو بحاجة لأدوات او تولز بيقدروا يساعدوكم طبعا حسب السوق اللي انتو عم بتبيعوا فيه يعني اذا كنتو عم بتبيعوا بالامارات بالسعودية او اذا عم بتبيعوا على امازن.com بتلاحظوا انه فيه صوفتويرات وادوات مختلفة طبعا الاسواق الجديدة مثل الامارات او السعودية ما فيها نسبة كتير كبيرة من الادوات يلي هلأ حاليا موجودة مثل الاسواق الكبيرة يلي صارلة مدة كتير طويلة مثل امازن.com مثلا يصرها اكتر من 20 سنة طبعا رح يكون فيها ادوات مختلفة ولكن الادوات مهمين جدا واذا بتكون تعرفوا اي اداة مناسبة للامارات والسعودية رح اترك لكم كل الروابط وكل التفاصيل بسندوق الوصف باسفل هيدا الفيديو طبعا تذكروا شغلة انه الادات هي طول او صوفتوير ضرورة تتعلموا كيف تستعملوه يعني كمان فيه طريقة انه الواحد يستعمل هؤلاء الادوات وضرورة تتعلموا هيدا الطريقة لحتى تاخدوا المعلومات الصحيحة وما تعملوا القرار باست على امور منكن فهمينينا سو انتبهوا على هيدا الموضوع ليش الادوات مهمين؟ طبعا بيساعدوا انه يساعدونا بسرعة بسرعوا عملية البحث على منتجات تانيا بنظموا عملية البحث على المنتجات وهول الشغلتان كتير بهمين؟ لانه بقلصوا وبأسروا الوقت يلي انتو بحاجة لقلو لحتى تلاقوا منتج والوقت هالقيامات حقه مصاري لذلك كل ما فيكوا تلاقوا منتجات اسرع وبطريقة افضل كل ما يكون احسن وهيدا بيعطيكم ادفانتج وبيعطيكم اولوية انه تكونوا الاوائل بالسوء يلي بتكون اتبيعوا فيه طيب من بعد كل هيدا الشيء قدي الادوات بيكلفوا طبعا الادوات حسب الشركة وحسب الادات بحد ذاتها ولكن الادوات عادة وغالبا بيكونوا اشتراك شهري سوف فيكن تشتركوا شهريا او فيكن مثلا فيه اوقات بيعملوا افرات اذا اشتركتوا سنة كاملة بيكون فيه اقال الادات حسب الادات ممكن يتراوحوا بين 100 درهم وحتى يوصلوا ل350 درهم كل شهر سوف فيكن تختاروا انتو الادات المناسبة للكن والسعر المناسب للكن نوصل للرقم الثلاثة سعر المنتج او cost of the product يلي هي هيدا اصعب نقطة صراحة لانه فيه عدد كتير منه الامور بدنا نفكر فيها وزن المنتج حجم المنتج كمية المنتجات اللي بدكن تشتروها قدي المنتج معقد هل يترى هو منتج الكتروني او منتج بسيط يستعمل بالمطبخ طبعا فيه عدد كبير منه الامور والاسعار بتتراوح بين اسعار كتير منخفضة لاسعار كتير مرتفعة بس طبعا كرمال هيدا الفيديو رح نقصم كله للمواضيع وتذكروا شغلة كتير اساسية وتابتكن تعملوا طلبية ضروري انكم ما تطلبوا كمية كتير كبيرة خاصة اذا هيدا اول مرة عم بتبلشوا على امزن وما بتكن تطلبوا كمية كتير قليلة كمية كتير كبيرة رح تقعد بمستودعات امزن ورح تحطوا كل الاستثمار تابعكم بمنتج واحد كمية كتير قليلة رح تشتغلوا تشتغلوا تعملوا عمل كتير جيد ومن بعدها رح تنقطعوا من البطائع وضروري انكم تعملوا دراسة لحتى تقرروا قديل كمية اللي انتم بحاجة لالها خلينا نعتبر انه نحن عملنا دراسة وتطلعنا وشفنا انه المنتج اللي بدنا نبيعه رح نبيع تقريبا 5 قطع كل يوم ضرب 30 يوم ضرب شهر كامل بدنا 150 قطع والطلبية تابعنا رح تكون 150 قطع لحتى تضاين لشهر كامل اذا فتشنا على مصنع وكان المصنع جيد طبعا احنا ما ننفتش على مصنع واحد اكيد منفتش على عدد كبير من المصنعين ولكن اخترنا مصنع كان جدا سريع بالجوابات وكان جدا برو اكتف وحابب انه يساعدنا لحتى ننجح طلبنا من عنده عينة عجبتنا العينة ثالثا فتشنا عنه وشفنا انه شركة جيدة ومصنع كتير جيد وصرنا جاهزين انه نشتري هون بدنا نطلع على سعر المنتج اكيد وهيدا بيلعب دور كتير مهم لحتى نختار هيدا المصنع او هيدا المصنع خلينا نعتبر انه المنتج يلي اكتشفناه حق القطع طلع 5 دولار ضرب 150 قطع هيدا بيعني 750 دولار السبب ليش عم بيحكي بالدولار هو لانه طبعا نحن هوتا بنا نجيب المنتجات بنا نجيبهم اغلب الاوقات من الصين عبر موقع علي بابا او المواقع المختلفة هلا شغلة ضرورة انتبهولا رحقول 90 بالمية مش 100 بالمية ولكن هي 100 بالمية من الوقت مش رح يكون سعر المنتج يتضمن الشحن وهيدا رقم كتير مهم وهون بيجي شوي تعقد زيادة على كيف بدنا نحسب اديه كمية الاموال اللي انتو بحاجة لالها لحتى تشتروا او لحتى يكون عندكم منتج عم ينبيع على امازن لانه الشحن عالم اخر وعالم معقد شوي خلينا نحكي عن هيدا الموضوع طبعا مثل ما بتعرفوا المنتجات يلي بتلاقوها بعلي بابا اغلب الاوقات بتكون ما يعني انه سعر القطعة موجودة من عنده للمصنع بلمستودع تبعه ولكن احنا ما فينا نبيع المنتج هو موجود بالصين بدنا هي يكون موجود بمستودعات امازن بالامارات او بالسعودية يعني شحن طبعا عندنا شحن داخلي بالصين من عند المستودع تبعه للمصنع لحدية البور الاربورت او الطيارة يعني المطار او السي بورت يلي هو اذا بدنا نبعته بالباخرة سو في عندنا الانترنل شحن اضافة للشحن الكامل ومن بعد الشحن من البور بالامارات او بالسعودية لحدية مستودعات امازن سو في كل هول الامور كلياتهم هول بيتضمنوا بفكرة الشحن خلينا نحكي عن النوعين الشحني اللي اكتر شي متوفرين يلي هي شحن الطيارة طبعا بالطائرة وشحن الباخرة يلي بيعتبر انه بينشحنوا المنتجات داخل كنتينر كتير كبير طبعا كل طريقة عنده اشياء ايجابية وعنده اشياء سلبية خلينا نبلش بالطيارة الشيء الايجابي انه رح يكونوا المنتجات بسرعة كتير رح يوصلوا على مستودعات امزن يعني فيكن تبدأوا بالبيع بسرعة كتير ولكن الشيء السلبي عن الشحن بالطيارة هو انه مرتفع جدا وغالي جدا خاصة اذا عم تطلبوا كمية كبيرة اما الشحن بالباخرة الشيء الايجابي هو انه السعر منخفض جدا وجدا جدا منخفض مقارنة طبعا مع سعر الطيارة ولكن الشيء السلبي هو انه بطيء وممكن ياخد تقريبا 45 يوم لحتى يوصلوا المنتجات على مستودعات امزن بس عليكم انكم تاخدوا الخيار المناسب لالكم وطبعا هيدا الموضوع متعلق بقدي قدي سعر المنتج وقدي فيكن اتبعوه على امزن وضل المربح تبعكن جيد طبعا شغلة بدي نبهكن عنه وشغلة كتير كتير مهمة هي انه دايما مع شركات الشحن ان كنتوا عم تشحنوا مباشرة مع المصنع او اذا كنتوا عم بتفتشوا على شركة شحن كمان عبر نظام علي بابا مختلفة عن المصنع تبعكن لانه ممكن المصنع يقولكن انا ما بتعامل مع شركة شحن بتبعت على الامارات او السعودية او بتكون تفتشوا على شركات اخرى تتأكدوا انه السعر يلي عطاكن يا المصنع سعر جيد الفكرة هي انه شركات الشحن وقتا تتواصلوا معهم كونوا مأكدين انكم تطلبوا الشحن دي دي بي الفرق هو انه وقتا ندفع حق الشحن دي دي بي هيدا بيعني انه المنتج رح يوصل مباشرة على مستودع امازن او حتى لعندكن على المنزل ولكن رح يكون كل الدفع اللي بتكون تدفعوها حق الشحن تتضمن وتخلص الجمركة وكل التفاصيل يعني ما بدنا انه المنتجات يوصلوا على الامارات او السعودية ونتطر انه ندفع اموال زايدة لانه هيدا الموضوع رح يخربت شوي بعملية عدات توقع تبعكن من ارباحه هيدا المنتج لذلك دايما نتأكدوا انكم تطلب من المصنع دي دي بي لحتى المنتج يوصل مباشرة على امازن او حتى اذا ما بتكون يا يوصل مباشرة على امازن ولكن ما يكون فيه اي شيء اضافي بده يندفع ووقتا يوصل على البلد ان كان الامارات او ان كان بالسعودية سو خلينا نعتبر انه حكينا مع المصنع وطلع انه الشحن على القطعة اثنين دولار ونص عم نشحن بالبحر يعني ثلاثمية وخمسة وسبعين دولار الشحن الكامل للمية وخمسين قطعة ثلاثمية وخمسة وسبعين زائد سبعمية وخمسين دولار هيدا بيطلع الف ومية وخمسة وعشرين دولار ما يقارب الاربعة تلاف ومية وثمانة وعشرين درهم هيدا اذا كانوا حساباتي صح هيدا الكمية كلية بتضييني شهر كامل مية وخمسين قطعة ممكن شوي اكتر ممكن شوي اقل ولكن هيك الواحد بيعمل حساباته للكمية اللي هو بحاجة لالا طبعا ما خلصنا هون نوصل لرقم اربعة لوغو والصور طبعا متل ما صرتوا بتعرفوا وانا بحكي كتير على القناة اهمية انه يكونوا عندكم لوغو او شعار تحطوه على المنتج تبعكن لحتى على الالي لتميزوا المنتج تبعكن ثانيا هيدا الفكرة هي للمدى الطويل كتير مهمة لانه ضروري انه نميز المنتج تبعنا ونفكر انه نحنا عم نعمر بزنس حقيقية من البداية واللوغو بيعمل كل هول التفاصيل طبعا في عدد كتير كبير من الجرافيك ديزاينرز الشاطرين جدا ولكن اذا كنتوا عم تبدأوا عملكم بتكون تبدأوا بشي منخفض سعره لذلك بنصحكم بموقع بايفر موقع بايفر فيه عدد كتير كبير من الفريلانسرز والاختصاصيين وطبعا عندهم خبرة كتير كبيرة بامازن بتفتشوا على الاختصاصي اللي بيعجبكن تطلعوا على البرتفوليو وعلى الاشياء اللي هو او هي عملتون وبتختاروا الشخص اللي انتوا بتكون حسب قدي تعقد او قدي معقد او قدي سهل اللوغو ممكن يتراوح السعر بين 15 دولار ل 150 دولار يعني فيه فرق كتير كبير طبعا حسب نوعية الديزاينر ومستوى الديزاينر اللي انتوا بتكون تتعاملوا معه حكينا عن اللوغو اللي بدون نحط على المنتجات ما ننسى اهم شي بامازن هو شو الصور وقت الشخص يفوت على امازن ويكتب المنتج اللي عم بيفتش عليه اهم شي رح يشوفه ثلاث اشياء اساسية رح يشوفه الصورة الرئيسية رح يشوفه سعر المنتج ورح يشوفه التقييمات هول الثلاث امور بخله الشخص يكون مهتم بالمنتج بيكبس عليه وبيفوت على صفحة طبعكم وهون فيكن تفرجوه النقاط الرئيسية والمعلومات وكل التفاصيل على المنتج طبعكم وتأنعوه انه يشتري المنتج او ممكن انه ما يقتنع ولكن الموضوع كل اياته متعلق بالصورة الرئيسية والصور كل اياتهم هل قد اهمية الصور طبعا في عدد كتير كبير من الابشنز والخيارات اللي عندكن ياهن لحتى تختاروا صور اهم اوبشنو اكبر اوبشنو افضل خيار هو انه تصوروا بطريقة فوتوغرافية محترفة المنتجات طبعكم طبعا الصور الصور جدا بيعتوا فرق كتير كبير خاصة اذا كانوا صور حقيقية يعني مصور محترف قام بتصوير المنتج طبعكم ولكن هيدا الشغلة هي اكتر طريقة معقدة وطبعا اكتر طريقة مكلفة اذا بيمكن تعرفوا اكتر نحنا منقدم هيدا الخدمة لجميع الاشخاص يلي موجودين بالامارات فيكنوا تلاقوا الرابط يلي من خلاله فيكنوا تتواصلوا مع الفريق تابعنا بصندوق الوصف باسفل هيدا الفيديو لحتى تعرفوا معلومات اكتر عن التصوير الفوتوغرافي المحترف للمنتجات تابعكم الابشن التاني والخيار التاني هو انكم تاخدوا صور هاي رزولوشن يعني صور عالية الجودة مباشرة من عند المصنع ولكن ما تستعملون نفسهم طبعا لازم تبعطوهم لجرافيك ديزاينر مرة اخرى بفايفر او اي جرافيك ديزاينر انتو بتختاروه لحتى يقدر يحسن لكم هول الصور ويغيرهم لا اولا ما بتكون انه شخص اخر اذا كان عم بيبيع نفس المنتج يستعمل نفس الصور وتبينوا انتو على امازان عم تبيعوا نفس الشي مثلكن مثل غيركن تانيا وقتا يكون المنتج ناجح وطبعا دا هيكون ناجح اكيد وقتا يكون المنتج ناجح ما بتكون حدا تاني او باقع اخر يقدر بسهولة يلاقي هيدا المصنع بسبب الصور يلي انتو عم تستعملوه يلي جاي مباشرة من عند المصنع ويقدر انو يفوتوا ضغري ينفسكن لذلك فيكن تاخدوا الهاي رزولوشن ايميجز الصور العالية الجودة من عند المصنع وتعطوهن لجرافيك ديزاينر وياخدن ويغيرن ويحط النكهة تبعكن ونكهة المنتج تبعكن بهول الصور اما الخيار التالت يلي هو خيار عدد كبير منكن ما بيفكر فيه يلي هو انو انتو شخصيا تصوروا المنتج بطريقة بداية واضافة انكن تاخدوا هاي رزولوشن ايميجز صور عاية الجودة من عند المصنع وتبعتو كل هول لجرافيك ديزاينر طبعا ما انكن مضطرين تكونوا مصورين محترفين ولكن ما في حدا هالقيامات ما عنده سمارت فون ما عنده فيه كاميرا جيدة جدا سو فيكن خاصة اذا كان المنتج تبعكن مغير محسن عليه لوجو فيه باكتجينج فيه تغليف مختلف فيكن تصوروا انتو الصور بطريقة جدا بسيطة وبتتواصلوا مع الجرافيك ديزاينر بتكونوا مواضحين مع الجرافيك ديزاينر انو انتو منكن مصورين محترفين ولكن اذا بدوا انو تغيروا طريقة التصوير تبع المنتج لحتى يقدر يستفيد اكتر من الصور فيكن تتواصلوا معه وتشتغلوا معه سو هايدي بتكونوا عملتوا ميكس بتكونوا مزاجتوا بين صور حققية وبين جرافيك ديزاينر لحتى يطلع لكم صور افضل بكتير من الصور يلي رح تاخدوهم مباشرة من عند المصنع طبعا كل شي يعني كل مرحلة عندها تسعيرة مختلفة ولكن عادة نوعية الصور والجرافيك ديزاين وكل هول التفاصيل ببلشوا من 15 دولار بالصورة وممكن يوصلوا لخمسين او 150 دولار بالصورة عم نحكي هوني على موقع فايفر اكيد طبعا حسب قديم معقد المنتج تبعكم وحسب قديم بتكون مستوى الشخص يلي عم يشتغل على هول الصور ولكن متل ما بلشت بالبداية تعرفوا قديم همين الصور سو مش بهيد المرحلة ضروري نفكر انه اه ما بدي اصرف كتير اموال الصور شغل كتير اساسية لنجاحكم على امازون وخاصة برجع بعيد الصورة الاولى وتذكروا على امازون بحق لكم سبع صور وضروري يكون عندكم سبع صور او على القليلة خمس صور ممتازين رقم خمسة البار كود هوني هايدي شغلي شوي يعني مربكة لبعض البائعين خاصة بالبداية اولا كل منتج ملككم انتو يعني انتو عاملين له برايفت ليبل ضروري يكون في عندو يو بي سي بار كود هيدا اليو بي سي بار كود انتو بتشتروا هلا بنحكي عن قديم ممكن يكون سعره من وين فيكم تشتروا هيدا اليو بي سي بار كود هو البار كود يلي بتلاقوه بمعظم المتاجر مثلا وتتروحوا عالسوبر ماركت وبتكون تشتروا اي منتج كل المنتجات عندهم بار كود ولكن على نظام امازن وكمان بي نظام الاف بي اي هيدا اليو بي سي بار كود نحنا نستعمله فقط لحتى نعمل لستنج ومن بعد ما نعمل لستنج امازن هني بيخترعو لنا وبيطلعو لنا بار كود مخصص لنظام امازن يلي منسميه FNSKU وهيدا اليو بي سي بار كود يلي ناتج من ورا اليو بي سي كود يلي انتو شترتوه وحطيتوه داخل الليستنج هيدا ال FNSKU هو يلي بدو ينضاف على المنتج تبعكن قبل ما نحكي قدام ممكن اليو بي سي بار كود يكلف خلينا نحكي عن مين بدو يلزق هيدا ال بار كود على المنتج طبعا الخيار الاول والانسب هو المصنع بحد ذاته لانه هو يلي عم بيوضب لكم المنتجات وهو يلي عم بيحطن بقلب الكاراتين الشحن وكل هول التفاصيل سوق عادة انسب طريقة والطريقة يلي ممكن تكون 90% مجانية هي انكن تطلبوا من المصنع انه هو يلزق لكم ال FNSKU طبعا وتتعملوا لستنج او حتى وتتعملوا خطة شحن بيطلع لكم ال FNSKU بار كود بتعملولون داونلود بتبعتون بالايميل للمصنع لحتى هو يطبعون ويلزقون على كل منتج بحد ذاته كل قطعة بدا تدخل على مستوضع عامزن لازم يكون عليها ال FNSKU بار كود لانه هيدا البار كود التعريفة لكل منتج من وين فيكن تشتروا ال UPC بار كود طبعا افضل مكان هو انكن تشتروا مباشرة من GS1 لانه ساعتها بيكونوا المنتجات والبار كود تحديدا بيكونوا تحت اسمكم انتم تحت اسم شركتكم ولكن صراحة هيدا الموضوع هو مرتفع سعره كتير وممكن يوصل لكل بار كود يكلف اكتر من الف درهم لذلك يمكن منى طريقة كتير مناسبة للجميع وعادة GS1 كمان بيجبروكم انه تشتروا 100 بار كود ومش اقل من هاك اذا كان عندكم كمية قليلة من المنتجات عم تبلشو فيها فيكن تشتروا بار كود من ريسيلرز من ويب سايت بيعملوا اعادة بيع للبار كود مثل نيشن وايد بار كود وعدد من المواقع كمان رح اترك لكم ياهن بالرابط رح اترك لكم الروابط بسندوق الوصف باسفل هيدا الفيديو لحتى تقرروا اي موقع انتو بتكن تشتغلوا معو وممكن البار كود حسب الكمية اللي انتو بتكن تشتروها ممكن يكون كل بار كود يكلف تقريبا 5 دولار ومنوصل للنقطة السادسة وهي النقطة اللي معظم العالم ما بيفكروا فيها اللي هي product inspection او فحص المنتجات فحص المنتجات شغلة كتير اساسية خاصة اذا عم تعملوا طلبية كتير كبيرة رح نحكي عن هيدا النقطة وانتو بتكونوا تقرروا اذا هيدا الموضوع شي انتو بحاجة لقلو او مش بحاجة لقلو لانه product inspection او فحص المنتجات هو شيء optional او اختياري حسب انتو قدرتكن وحسب المنتج الداعم يكون مبيعو خلال product inspection او product inspection فيه ينعمل بثلاث مراحل فيه ينعمل pre الشركة بتصنيع المنتجات ال pre عادة معظم الاشخاص بيقرروا انهم يعملوا pre inspection اذا مسلا عم يعملوا منتجات جدا حساسة ممكن تكون غزاء او ممكن منتجات ضروري يكون عندها approval من ال FDA مثلا او غيره مانا شغلة كتير اعتيادية ولكن ممكن تكونوا بحاجة لقلو اذا كنتوا عم تصنعوا شيء كتير كتير حساس تاني مرحلة هي during يعني خلال مرحلة خلال مرحلة التصنيع هون بيجي ال inspector او الشخص المختص بفحص المنتجات خلال ما يكونوا المنتجات عم عم يتصنعوا ويتأكد انه كل شيء عم يتصنع بطريقة جيدة اما اخر طريقه هي معظم الاشخاص بيختروها اللي هي post يعني ما قبل او من بعد ما يكونوا المنتجات تصنعوا وقبل ما ينشحنوا طبعا وتكونوا عم تعملوا يعني وتكونوا عم تعملوا طلبية من مصنع من منا يعني موجودة عندهم بده شوية تصنيع معظم الاوقات رح تدفعوا دفعوا اولينية رح تكون بين ال30 وال50 حسب المصنع وحسب قيمة المضائع وحسب ادي معقد فكرة التصنيع تبعه للمنتج اما النسبة التانية ال70 لل50 بالمية اللي هي الدفعة التانية بده تندفع قبل ما ينشحنوا المنتجات لذلك اذا المصنع عارف انه انتو عم تشتغلوا مع انسبكشن كومباني رح يكون جدا مأكد انه المنتجات تكون ممتازة لانه عارف اذا ما كانت جيدة واحد مش هتدفعوا له ال70 او ال50 بالمية التانيين اثنين رح يضطر انه يرجع يصنع المنتجات من اول وجديد او يصلح الاخطاء يلي عملها في عدد كتير كبير من الاشخاص تنصح انه تقولوله للمصنع من البداية انه انتو رح تشتغلوا مع انسبكشن ايجنسي حتى لو ما كنتو عم تشتغلوا مع شركة فحص بس لحتى يكون هو تحت هيد الفكرة لحتى كمان من البداية يصنع المنتجات بطريقة صحيحة وتنصل لمرحلة الفحص فيكنوا تقولوله لا مش رح افحص مش ضروري ان افحص فيكن تعملوا هيدا الخدعة الصغيرة اذا ما نكون قادرين انكم تجيبوا شركة فحص ولكن معظم الاوقات شركة الفحص تم بعد من بعد ما يكون المنتجات تصنع شو بتعمل شركة الفحص كمان هيدا الموضوع فيه شوية تعقدات وهون منقرر اذا نكب من علوة معين اذا بيصر له شي ممكن يعملوا انسبكشن لكيف اذا المنتج عم يشتغل خاصة اذا كان منتج الكتروني يعني بدون يفحصوا كل قطعة اذا عم تشتغل بطريقة جيدة في عدد كتير كبير من الامور وطبعا هيدا الموضوع متعلق ب ادي المنتج دقيق وشو هو المنتج بحد ذات لذلك شركات الفحص حسب المنتج تبعكم ممكن تكون التكلفة بين 150 دولار وتوصل لحد 300 دولار حسب كمان الكمية اللي انتو عم تفحصوها هول هن تقريبا الرسوم لحتى تقدروا تفحصوا منتجاتكم وهون لذلك الموضوع اختياري لانو بتكون تشوفوا اذا هيدا الكمية اللي عم تدفعوها ممكن انها تكون مناسبة حسب قدي بتكون تبيعوا هيدا المنتج يعني تدفعوا لشركة فحص وتضلكم عم تقدروا تجنوا الارباح على امازون هول هن كل التفاصيل اللي بتكون تفكروا فيها وقت تبيعوا على امازون طبعا في تفاصيل صغيرة كمان متعلقة بي المنتج بحد ذاته وشو هو المنتج وحسب شو التفرقة اللي بتكون تعملوها للمنتج تبعكم ولكن هيدا هي الفكرة الاساسية وهول هن الرسوم اللي بتكون تفكروا فيها وقت بتكون تبلشوا مشروع كم على امازون هيدا كان كل شي لهيدا الفيديو ما تنسو تعمل الثمز ازا استفدتم من المعلومات وانا بشوفكم بفيديو